طيب خبر آخر وهو متعلق بأحد مهاجمي فريق النادي الأهلي السنغالي أليو باجي طبعا كلنا كنا سمعنا تصرحات الكابتن أمير توفيه مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال الفترة السابقة واللي قال فيها أن خلال الساعات القليلة القادمة خلاص أليو باجي هيكون موجود في أحد أندية الدوري التركي تحديدا النهاردة أليو باجي سافر إلى تركيا للخضوع لكشف طبي في إحدى الأندية أو تحديدا نادي أنكارا جوتشو في تركيا نادي بيلعب في الدوري الممتاز هيخضع للكشف الطبي وكان تم الاتفاق مع أليو باجي خلال الساعات القليلة الماضية على إمكانية إعارته في الفترة الحالية خاصة بعد قيد اللاعب المغربي بدر بنون التزاما بعدد الأجانب المقايدين في القائمة المحلية تم الاتفاق وإدارة التعاقدات اشتغلت على هذا الملف مع اللاعب السنغالي وبالفعل خلال الساعات القادمة خلاص وبيخضع لكشف طبي في نادي أنكارا جوتشو في تركيا وخلاص كلنا عارفين فترة الانتقالات الشتوية خلال ساعات أو خلال أيام قليلة تبدأ من 1 يناير فكل نادي وكل لعب يحاول يزبط طبعا كل الإجراءات الإدارية بالنسبة لي مستقبله القروي خلال الفترة اللي جاي ونتمنى التوفيق لأليو باجي خلال فترة العارة إن شاء الله يقدر يظهر بشكل جيد ومحدش عارف بعد 6 شهور الانتقالات القادمة أو الكواليتي بالنسبة لعبين الأجارب المتغيرات كثيرة في قرة القدم ومحدش عارف النهاردة بكرة في إيه اللي ممكن يحصل لكن أهم حاجة أنك بتبقى محافظ على الهيكل العام اللي أنت بتأكيد بتشتغل عليه خلال الفترة الحالية وإزاي يبقى عندك عدد مميز من اللاعبين لو ظروف القايمة والقيد ما تسمحش بوجودهم إزاي تقدر تستفيد بأعارتهم في الفترة القادمة وده ظهر بشكل طيب ورائع جدا لما عدد من اللاعب المعارة من قطاع الشباب خلال الفترة الأخيرة كانوا بيلعبوا في العديد من أنديد الدور الممتاز وبعد انتهى فترة العارة حاليا بيثبتوا وجودهم مع النادي الأهلي وتحديدا خلال المباريات الأخيرة